اشتركوا في القناة على قناة بي بي سي عربية لبرنامج بلا قيود واكد رئيس المجلس ان قضية الشعب الجنوب ستكون حاضرة في المفاوضات ولن يتم تأجيلها او ترحيلها لكونها قضية محورية ورئيسية وقد تم التوافق على تقديم رؤية وسيتم تكليف فريق مفاوضات من قبل مجلس القيادة الرئاسي لوضعها على رأس اولويات الحل الشاب اجتمع رئيس مجلس قيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بمحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي واعضاء المكتب التنفيدي لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والخدمية وشدد العليمي على المسؤوليات المشتركة لاجهزة الدولة في ادراك الظروف الاستثنائية المرتبطة بانقلاب الميليشيات الحوثية ووعد العليمي بالعمل مع اعضاء المجلس والحكومة والاشقاء في التحالف والمانحين الاقليميين والدوليين على ايجاد البدائل المناسبة لانهاء ازمة الكهرباء في حضرموت بما في ذلك البحث عن التمويلات اللازمة لانشاء مصفات نفطية رئيسية في المحافظة اقرت اللجنة الامنية بمحافظة ارخبيل سقطرة برئاسة المحافظ رافة الثقلي منع اطلاق النار في الاعراس والزام المأذنين الشرعيين بالامتناع عن العقد الا بتصريح من الجهات الامنية وانقش الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة رائد الجريبي مشكلة الاعتداءات على السلاح في البحرية وخاصة في موسم تكاثرها وسبل حمايتها واكد الاجتماع على تفعيل دور النقاط العسكرية والامنية في المحافظة لضبط المعتدين على السلاح في البحرية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اعلنت الحكومة اليمنية عن مبادرة جديدة لفتح بعض الطرق في محافظة تعز والمغلقة من قبل ميليشيات الحوثي ضمن حصارها المفروض على المحافظة منذ نحو ثماني سنوات وقدم فريق الحكومة في لجنة التفاوض لفتح طرق تعز مقترحا بفتح خمس طرقات الى مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية واكد الفريق انه مستعد لبحث اليات التنسيق لاستقبال المواطنين القادمين للمدينة او المغادرين لحل اي اشكالات في حالة فتح الطرق وفي نفس السياق دعت الحكومة وفريقها التفاوضي المجتمع الدولي ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الى ممارسة اقصى درجات الضغط على ميليشيات الحوثي لفك حصار تعز وانهاء معاناة ابنائها توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الى مشعر منه لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة ويقضي الحجاج في مينان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويستحب فيه المبيت تآسيا واتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمي يوم التروية لان الناس كانوا يرتوون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون اليه وكان الحجاج قد ادوا امسا الاحد توافى القدوم لدى وصولهم الى مكة المكرمة في بداية منسكهم نايتو هذا الموجز شكرا لكم الى اللقاء اشتركوا في القناة